السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم جبت لكم معلومة على الخفيف رح نقولها لكم إن شاء الله وإن شاء الله تستفدوا منها هذه للمتزوجات والعازيبات أيضا جبت لكم سر طب أرواحه تابعوا معي الفيديو للآخر روتين ما بعد العادة الشهرية والاعتناء بالمنطقة الحساسة في هذه الفترة يخلي رائحتها طول الشهر طهرة حيث أنه يوجد من هنا من يعاني من رائحة تقول لك أنا مش ميتاش لكن زوجي يقول أنه توجد رائحة غير مرغوب بيها في المنطقة الحساسة وهو الشيء حساس جدا أني نفسية المرأة وحتى أن ألم الضورة الشهرية ينقص بهذه الطريقة وأي هوى أو ميكروب تنزل حتى أنك تحسي بها ومع الوقت تتطهري من أي ميكروبات نصنع قناع الزعتر والخزامة واش رح نديره؟ نضع الزعتر والخزامة مقدار متساوي منهما في ماء على نار هادئة مدة خمس دقائق وهو سخون بعد أن نصفي الريش بسرعة ونصنع فوطة صحية بالزعتر والخزامة وتحتها فوطة أخرى بهم تفادى نزول ماء الزعتر ونضعها بسرعة ونحاول قدر الإمكان ضغطها إلى الداخل ولا بد أن تكون محافظة على سخونة الفوطة مدة استعمالها ساعة من الزمن وعند إزالتها نغصل بالماء الذي حضرناه لباقي يعني ماء الزعتر والخزامة لمتبقي ثم لا بد ولا بد حتما أن نضع فوطة أخرى نظيفة لتفادي أي هواء أو ميكروب أو بكتيريا التريقة بالتدقيق موجودة في الصور ملاحظة الخزامة إذا ماشي متوفرة معلش أروخ هذه هي التريقة لما تحبش تتعمل فوطات هادو تقدر تتعمل فوطات صحية عادية في مكانها وتجربها الدريقة وإن شاء الله ستتخلصوا من الرائحة ومن الآلم الدورة الشهرية ومن أي مقروبات أو هواء داخل الرحم جربوها ودعو لي وإن شاء الله ستكون عجبتكم نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم